ضرب الله مثلاً عفداً مملوكاً لا يغذر على شيء ومن رزق له إلا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجبراً هل يستهون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال الله مثلاً رجلين أحدهما نبكر لا يقدر على شيء وهو كلم على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستغيه ومن يقوم بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غير السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقارب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من قطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والمبصار والأفئدة لعنكم تشترون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من قيوتكم زكناً وجعل لكم من جنود أنعام قيوتاً وتستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصرافها وأربارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لها حين والله جعل لكم مما خلق غلالاً وجعل لكم من الجمال أكمالاً وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم نفسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون مئمة الله كم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويرهن البعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كروا ولا هم يستعتمون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنه ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أسرقوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا أهلاك شركاءنا الذين كنا نبعون من دونك فألقوا إليهم القول إنكم كاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السنة وأرعنهم ما كانوا يكترون الذين كفروا وصفوا عن سبيل الله يزدناهم عذاباً فرض العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجلاك شهيداً على هؤلاء ونزل عليهم الكشابة حياناً لكل شيء وهدى وهدى وعفة وكشرى للمسلمين إن الله يقوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة ويمنع الفحشاء والمنكر والأضي يعلمكم لعلكم تذكرون وأوثوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كبيراً إن الله يعلم ما تفعلون وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَطَتْ رَسْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ كَافَاً أَنْ كَافَاً أَنْ كَافَاً أَنْ كَافَاً يَتَتَخِظُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا مُرْضَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هي أرها من أمة إنما يبروكم الله به وليه إلى الملك يوم القبامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتستنون عما كنتم تعلمون ولا تتخلوا أيمانكم دخلاً غيركم فتزل قدم بعد تبوتها وتذوقوا السوء إذا صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم ولا تستروا بعهد الله ثمناً قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله آقاً ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مهم فلنحيينه حياته طيبة ولنجزين لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قربت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنها أما تفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ومشطى بالمسلمين